السؤال ما الذي يختلف بسرمد عبدالله عن الآخرين شنو اللي شفتي بسرمد عبدالله مثلا شنو اللي سواه بالاتحاد أو أمين مالي باللجنة الأولمبية مع كل الاحترام لشخصة طبعا أنا أطرح السؤال من باب وشت نظر أخرى حتى أنت تقولين أنا عالنا صوتي لكتلة سرمد عبدالله أولا استاذ سرمد عبدالله قبل الانتخابات وبعد الانتخابات أنا أحكي بوقت أنه كان أمين مالي للجنة الأولمبية زين بنفس الوجه نفس الوجه نفس الوجه موقف واحد موقف واحد معاملة نهية هي المعاملة وهو خارج الأولمبية وهو داخل الأولمبية هو داخل الأولمبية كان داعم لنا كان يحضر المركز التدريب من مالتنا أي فعالية تصير عندنا كان حاضر بيها عندنا تواصل طيب هو ممكن أنا أتحد أي لاعب ما يقدر يتواصل ويا بشكل مباشر تقولين موقف واحد عنده سرمد عبدالله ليش رعت حمودي كم وجه عنده موقف لا مول قصد أنه أكو وجه آخر أنا أقصد أنه الاهتمام الاهتمام موجود يعني بكل الأحوال أنا رياضية أبحث عن اللي يدافع عن حقوقي عن اللي يبي احتياجاتك رياضية مع احترام الاتحادات رؤساء الاتحادات أنا لا أعرف ما يحدث بباقي الاتحادات أنا أتحدث عن اتحادي وعن نفسي الله الله في حال ما تم إنصافي طبعاً بس أحب أنه على موضوع حضرتكاني دزيت الكتاب بس ما أعرف ما أليس أمان عرضة كتاب شنو؟ كتاب من الاتحاد غرب آسيا بموافقة على دخولي للانتخابات ومن ضمن الإيميال اللي وصلني أخوان إذا ما أخذي الكتاب عرضو هنا أو أنت عرضي إذا عندش بالتليفون ما أعرف وين المشكلة أخواني قولوا ما موجود ما واصلنا هناك كتاب أنت عندش موبايليش وكل الكتب بها عرضي هاي الكاميرا أمانك ما أعرف إذا كان راح ينشاف أو لا قريلي طبعاً آني هاي بالبداية تحية طيبة وبعد آني ححتي لك نص الكتاب أرجو إعلامكم باستلام لجنة إدارة النتائج لطلبك بسحب قبولك للخضوع للإيقاف المؤقت الاختياري آني شنتم وقع على إيقاف اختياري وسحبته لأن لحد الآن ميجاني لجلسة الاستماع واني وقوفة بدون سبب حيث أصبح بإمكانك المنافسة في الأحداث الرياضية والمشارك بأي حدث الرياضي إلى حين صدور قرار بإيقاع قوبة للحرمان من المشاركة عليك هذا الكتاب من منه؟ من ست سينة هي المدير مكافحة المنشطات مال غرب آسية لاتحاد غرب آسية لمكافحة حلوة أكوفة بارد ثانية أريد ما أقوله وبذلك فقد فقدت حقكي باحتساب الفترة التي أوقفتي خلالها اختياريا من الفترة الإجمالية لعدم الأهلية التي قد تقررها لجنة إدارة النتاج المختصة لاحقا قد تقررها هذا الكتاب وصلني على الواتساب طبعا أي يعني أنت مسموحة لتزاولين العمل الرياضي الإداري تمام هم مكتوب إلا إذا إلا إذا إلا هو اللجنة الأولمبية العراقية إلا إذا مرتات اللجنة المنظمة للحدث الرياضي أو اللجنة الأولمبية العراقية غير ذلك وفقا لتعليماتهم وقوانينهم حلو أوكي أنا أحترم القوانين العراقية بس ممكن أشوف الطوني جرمي دعوني الطوني القانون اللي أنتو وشيتوا عليه عاقبتوني أي أريد أعرف القانون اللي ينص على أن وحدة مجرد متهمة وليس واقع العقوبة عليها حلو والمتهم بري حتى تثبت إدانته هذا مقانون بس أنت تعاملوا ياتش كأنما متهمة وخلص لا لا أنا متعاقبهم وتعالوا غير قابل للطعن الكتاب يقول وين أحضرتك قلت أن أنت ماجستير قانوت أكو أكو أي متهم يتعاملوني في هذه الطريقة أنت شايفة هيتش أنا عمري ما سمعت هيتش زين أهم أعيد وأكرر ليش هذا التاريخ؟ ليش هسته؟ ليش مو من قبل؟ زيني ظاهرية هم الكابتن راعد حمودي طبعا مع أحترامي إلى أنا أعزه وهو مثل والدي زين مثل والدي الله يشهد أنني أحبه وأحترمه وماكو أي شيء شخصي بيني وبين حضرتك ترجمة نانسي قنقر